السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلو غلفيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننطلق لقصة اليوم ويقول صاحب القصة يا هلو الله أنا شخص متزوج وعندي ثلاث أطفال حياتي مع زوجتي مستقرة وبيننا حب ومودة وأهم شيء الاحترام فحياتنا صدقا منظمة وجميلة وبسبب طبيعة عملي أنا كموظف في بنك ما في فرع نساء يكون دايما أتعامل مع رجال وحريم بس كان تعاملي مع الجميع بكل احترام واللي بيني وبينهم بس معاملات وعمل لا أكثر فكان نظام البنك يعني مجموعة مكاتب والعملاء يجلسون على كراسي مقابل لمكاتبنا وكل واحد معارقة الموظف اللي يكون متفرغ يجي عنده الرقم يتوجه للعميل المهم في يوم من الأيام كنت في الدوام وخلصت من العميل اللي قدامي وجاء دور اللي بعده فجلست أقفل بيانات العميل وأستعد عشان أستقبل العميل اللي بعده فجأة سمعت صوت كعب وريحت عطر إيش أقول لكم يا جماعة فز لها قلبي فأنا لا شعوريا كذا التفتت على مصدرها فكانت واحدة في قمة الجمال كاشفة وجهها وجاية من ناحية مكتبي جلست على الكرسي اللي قدام مكتبي وسلمتني أوراقها وبدت تشرح لي إيش المطلوب فأنا صراحة ما كنت أسمعي كلمة تقولها من شدة جمالها الملفت فكل شوي يجيني واحد من زملائي في العمل بحجة أن يسأل عن شي عشان شوفها من قريب ويحاولون يعني يلفتون انتباهها فأنا كنت أحاول أركز إيش مشكلتها وخليتها تعيد كلامها حتى أكثر من مرة من كثر ما أنا ما كنت مركز معاها فبعد ما خلصت إجراءاتها سألتها إذا تحب يعني تنتظر أو أنها تجي بكرة تستلم البطاقة حقتها فهي بالطبع كتبت لي رقمها وطلبت مني أني أنا أتصل عليها الوقت اللي تخلص بطاقتها أني عندها مشاوير مهمة هذاك الوقت المهم أنا أخدت منها الرقم وهي راحت بس خرجت من هنا أول ما خرجت جاني واحد من زملائي يقول يا ولد أنا من أول شايفها في الانتظار وصرت تمشي العملاء بسرعة بسرعة كل مرة يجيني عميل شنب واتمنى يجي رقمها عندي لكن أنت طلعت محظوظ من حبك يا محظوظ أنها جاءت عندك فحسست ويعني أن أنا مو فارق معاي ترى بعد ساعة تقريبا كانت بطاقتها مخلصة وقمت اتصلت عليها وقالت لي لا خلاص يعني أنا مرة بعيدة الآن خليها بكرة أنا أمر لها وحرفيا طول ما حلنا في الدوام اللي في الدوام الزملاء كانت هرجتهم طول الوقت يعني عنها ما أسمع غير مزة صاروخ كل هذه الكلمات خلتني أفكر فيها أكثر فبعد الدوام وأنا راجع للبيت مسكت جوالي وفكرت أني اتصل عليها بس أني في الأخير تعودت يعني بالله من الشيطان الرجيم ومسحت رقمها فحاولت أني أشيلها من تفكيري وأني أعيش يومي عادي اليوم الثاني وأنا جالس في الدوام معايا عميل جات مستعجلة وأخذت بطاقتها وراحت بسرعة وهي كانت يعني تتماني والله أنها كانت تخطف معاها عيون أغلب الموجودين هناك فما استبعد أني أتكون خطفت قلوب الباب المهم أني أعيشت حياتي طبيعي ونسيت الموضوع لكن بعد فترة جاني اتصال من رقم غريب وردت عليه عادي وسمعت صوت ناعم يقول ألو فارتبقت سألت يعني مين ردت عليه قالت أنا العميلة اللي كنت عندك قبل كم يوم لو سمحت عندي استفسار فشرحت لها عن استفسارها وبدأت تغير الموضوع وتتكلم عن نفسها ومن بعدها صارت بيننا مكالمات يومية اعترفت لي بعدها بإعجابها وأنا كمان اعترفت أنه أنا عندي نفس الشعور وقالت أنها مطلقة واعترفت يعني لها أن أنا متزوج وترى عندي أطفال فكنت دايما أسأل نفسي يعني وحدة جمالها إيش اللي عجبها فيني وطبعا أنا بديت أنغرب نفسي وأكيد أنه فيني شي مميز خلاها تنعجب فيني من بين كل اللي كانوا موجودين بصراحة حتىني صرت أوقات استكثر نفسي على زوجتي وأحس أني أنا أستاهل وحدة أجمل منها معن زوجتي جدا جميلة فبديت أكره البيت وأحب أني أتأخر أكثر عشان أقدر أني أكلمها أكثر وقت ممكن فاتحتها في موضوع الزواج بث أنها يعني كانت تتهرب وفي يوم من الأيام يوم ما أنسى كنت هذلك اليوم بشتري عشا فاتصلت وسألتني عن مكاني قلت لها في المطعم عند المطعم الفلاني قلت لها تصدق مرة أنا مشتهي أكل من هذا المطعم مرة مرة وأنا اليوم كله ما أكلت ما عندي أحد يجيب لي شيء وطفشت مرة من مطعم التوصيل كل يوم نفس الأكل نفس الأكل قلت لها عادي ترى لونك يعني تبغي نشتري لك معاي فرحبت بالفكرة وقالت لي يا ليت ووصفت لي البيت وعلى ما طلبته يعني الطلب وجهز الطلب بعد تقريبا ساعة كذا أنا كنت عند باب شقتها كانت شقة فخمة تدل على أن اللي ساكنتها مرتاحة ماديا المهم دقيت الجرس وفتحت فأول ما شفتها أنا كذا تنحت كانت لابسة عبايتها وكاشفة زي أول مرة شفتها فيها وبعد وقت يعني استوعبت وعطيتها الأكل وهي تاخذها قامت لمست يدي مع لمستها حسيت أنه خلاصت كهرباء كذا جتني نفضتني نفض من يدي القلبي لين صار يخفي القلبي بقوة فتراجعت عودت من نبليس وتراجعت كذا على وراه بني أبغا أروح قبل ما أتهور أسوي شيء غلط قامتي قالت لي على فين لازم تتعشى معاي ولا خذلك عشاك يعني أعطيك عشاك معاك وكذا فاعتذرت قلت لا 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 ما أقدر أهلي انتظروني وأنا تأخرت عليهم وأنا بس حبت أني أجيب لك عشا بسيط يعني حطت الكيس قدام الباب وقالت خلاص قالت أنا ما أبغى منك شيء وأنا حرفيا من أول ما شفتها كان نفسي أدخل بس إني تردت لأن عارف نفسي أني أنا حغلط وأنه بيصير شيء غلط مع إصرارها علي قررت أني أدخل لكن ما حأضعف فعلا دخلت وجلست في الصالة ودخلتي وتحط لنا العشا وتجيب عشان نتعشا أنا وقتها كنت على صابي بس أني أفكر أخرج بسرعة في نفس الوقت مو قادر وأنا لسه أفكر دخلتي وشاي لصينية العشا وقمت أخذتها وحطيتها أنا على الطاولة وجلسنا وتكلمنا في أمور سطحية جدا حتى ذاك الوقت مدري أكلنا ولا ما أكلنا وقفت وقالت لي يعني استناني بس دقايق الحين أجي ودخلت بعدها نادت علي من جوة فصرت أمشي كذا أدور ما أدري أنا وين هي وقفت قدام الباب اللي كان جاي مننا الصوت وما أنا عارف إيش أسوي فكانت لابسة لبس مغري ووقتها خلاص أنا انهارت كل قواي وضعفت كانت يعني طول الوقت تصورني بجوالها وتمدحني أنا كنت محرج وأحاول أن أخليها تترك الجوال قالت لا أنا أريد أن أحتفظ بكل لحظة معك يعني أعيشها ومن هذا الكلام فأنا خارج من عندها لقيت أكثر من عشرين اتصال من زوجتي جلست كذا استجمع قواي عشان أني أقدر أكذب عليها ربش أكذب عليها أنا ما تعودت أني أكذب عليها أبدا بعد ما كنت استنكر يعني على زملائي خيانتهم لزوجاتهم بالمكالمات والعلاقات أنا وقعت في غلط أكبر من غلطهم هم هم علاقة المكالمات أنا لا وقعت في أكبر من كذا والعياذ بالله وحرفيا قسم بالله ندمتي حتى نظرتي للبنت اللي أنا كنت معاها تغيرت مجرد ما فكت من سكرتي حسيت كل الجمال اللي كنت أنا شايفه فيها تلاشة صرت قرفان منها ومن نفسي وابغة بس أطلع من عندها ندمت وندم بس اللي صار صار فالبيت أنا ما كنت قادرة أحط عيني في عن زوجتي أكسم بالله يا جماعة إني كنت خجلان من نفسي خجل ما عمري قد حسيت بإحساس الدل والمهانة وأنا قدام زوجتي حسيت أني ما استحقها كانت تقولي شبك أول مرة ما ترد على جوارك لما نتصل عليك ترى مرة قلقت عليك في نفسي أنا كنت نقاهر أنا ما أستاهل أنا ماني كافو أن كنت تفكرين فيني أنتي قلقان علي وأنا كنت يعني إيش أسوي هناك أنت وبايع للهوى فأتداركت الموضوع بسرعة قلت لها ما عليش انشغلت بالكفر كذا بنشر ورحت للورشة وتركت الجوال في السيارة ووقتها يعني قلت لها أنا تعبان ودخلت أنام اليوم الثاني أول ما خرجت من البيت للدوام بدأت اتصالات البنت تعمدت أني ما أرد مجرد ما وصلت الدوام شفت أنها يعني ما توقف اتصالات قفل جوالي وبدأت شغل عادي بعد كم ساعة تفاجأت النهاجات وجلست عن مكتب قدامي ما أحكي لكم يعني شعور رهيب إيش خوف إيش رعب أول مرة يعني أحس بهذا الإحساس فأول ما جلست سألتني يعني كذا إيش فيك ما ترد انهبلت قلت أنت من جدك أنت صاحي أنت تجني هنا جايتني الدوام عشان ما ردت عليك أنت مجنونة أنت فيك شيء أنت شاربة شيء مخك مفصول ولا إيش فيك أنت فقامت جاوبتني كذا قلت ترى أنا مجنونة توقع مني أي شيء حبيبي فحسيتها من جد أنها مجنونة صرت أقولها طيب خلاص روحي روحي في حين لما أخرج كذا أتصل عليك أنا روحي فخفت أنها تسوي لي شوشرة في العمل ولأنها تفضحني المهم خرجت بعد يعني ما حذرتني يا ويلك لو ما أتصلت يعني بتنتظرني بكرة عند المكتب فخرجت وأنا كملت دوامي عادة أنا ما أنا مستوعب حسيت وقتها أني فعلا أنا والربط نفسي في شيء كبير فأول ما انتهى الدوام اتصلت عليها وحاولت يعني أن تكون لهجتي شديدة عشان ما تفكر أنها تكررها قلت لها ترى أنا ما أحب الحركات يا بنت الناس بعدي عن طريقي يرحم أمك خلاص خليني في طريقي وأنت في حالك روحي وأنا في حال الله يسر علينا وعليك فقامت ضحكة ضحكة طويلة وأنا كنت مستغرب من ردة فعلها جاني ردها قالت يا ويلك لو عاد كلمتني بالأسلوب ولا ناس يصورك وش رايك أني يرسلها الجوال زوجتي أكتر رقمها عندي ورجعت ترجع نفس الضحكة طويلة وأنا يعني مستغرب كنت ساكت ما أنا مستوعب اللي أسمع منها بعدها قلت لها وانتي عندك جوال زوجتي من جد قالت وووو فلانة أكيد أني عندي رقمها وعنوان بيتكم وكل شي فانصدمت أنه من فين تعرف عني كل ذي المعلومات قامت تكملت كلامه قالت المهم اليوم تعال أن تفاهم واسمع ترى لا تفكر تلعب بذيلك معاي فاهم حرفيا ما أحكي لكم إيش الشعور وقتها كان لما وصلت لبيت أنا كنت موسوس وأراقبت صرفات زوجتي خايف يعني أنها توصلها الرسالة فعلا بعد العصر على طول فهمتها أنه جاني اتصال أنه في واحد يعني من الشباب مسوي حادث وني لازم أروح للحين خرجت واتصالت بالبنت أني جايها في الطريق أنا كنت ناوي أول ما أروح عندها أني أسحب جوالها حتى لو بالقوة وأتخلص خلاص منه ومن تهديدها كسر الجوال تكسير وعطيها واحد جديد وفتك منها خلاص يعني حس هذه البنت نشبة استغفر الله قرفت لي حياتي لما وصلت فتحت لي الباب وجلسنا في الصالة وبدأنا نتكلم عن الوضع ونتناقش يعني كان بصوت حاد جدا فصارت تقول إنها أحبتني وإنها ما تقدر تستغني عني أنا طول الوقت أدور جوالها بعيوني إلي ما دق جوالها وراحت الغرفة قلت بس فرصتي إني أسحب منها وأكسر ورحت وراها على طول أجري فطلع الجوال مو نفس اللي صورتني فيه مسكتها بقوقت لفين الجوال اللي فيه الصور صارت تدفني وتصرخ وأنا هددها شوي دخل رجال طبعا إلي الآن أنا ما قلت لكم إيش جنسيتهم هم من جنسية عربية ولكن ما أقدر إني أصرح بالجنسية فالمهم لما ندخل صارت تصرخ كذا زوجي زوجي أنا مجرد ما جان يعني من ناحيتي دفيتها حطيت رجلي وخلاص جري هربت انقهرت على حظي كيف أنه كل مالها تتعقد معاي أكثر مرت يومين ما اتصلت فيهم أبدا ولا عرفت عنها شي فصرت أبغى بس طريقة أقنع زوجتي عشان تغير شريحتها ورقمها كانت رافضة تماما لأن كل صحباتها ومديرتها في العمل والكل يعرف هذا الرقم لحد ما رجعت البنت واتصلت فرديت عليها على طول يعني سألتها ها اش صار ليش لما سألتها قبل كذا انها مطلقة انك تقولين لي مطلقة فطلعت فعلا متزوجة قالت لي ده كل ما هو مهم المهم ان زوجي الحين عرف كل شي وعرف اسمك ومكان عملك وقال يعني انه حيبلغ علينا فأنا عصبت تجنن ترتعب صرت أقول له وش تقولين كيف تبلغين عني اجابك انت في طريق انت تبت خربين بيتي فوقفتني قالت خلاص في حل يخليه يسكت فارتحت شوي الحمد لله انه فيه أمل سألتها شو الحقيني فيه بسرعة يعني قوليلي ايش هو قالت لي ادفع مية الف ويسكت ما بيقول شي بس انا لو انا معايا كنت يعني عطيتها لكن لو انت معاك اعطيني عشان نسكته فيها فيا الله باقت في عيني الدنيا من ولا اجيب مية الف المبلغ مو بهين بالنسبة لي بس انه خلاص ما قدامي حل ثاني بديت ادبر المبلغ القرشين اللي انا كنت مجمعهم في البنك وتسلفت وضغطت على نفسي لين كملت المبلغ وكلمتها واتفقنا اني اجيبه لهم في البيت فانا كنت خايف بس انه ما كان قدامي اي حل ثاني فاستغربت لما جيت يعني كانوا الاثنين في البيت وتكلموا مع بعض عادي ما كأنه في شي واخذوا مني المبلغ اللي طلبوا يعني انه يكون كاش جلسوا يعدونه انا خرجت وقلبي كده يتقطع يعدون اللي وراي ما قدامي شي اسوي الا اني اخاف بس من الفضيحة كنت قلت النفسي خلاص يعني استاهل كل اللي صار معاي لان انا جيت برجلي للحرام والى هنا فكرت ان الموضوع خلاص انتهى وقلت يا رب اني بتوب لك توبة نصوحة يا رب ان هذا الطريق ما عاد اجي بعدها مر شهر وشهرين بديت انسى الموضوع حرفيا خلاص وتبت لله في يوم كنا نستلم فيه الراتب جاني اتصال من رقم غريب يعني مو عندي رديت الا طلعت البنت اللي نفسها اول قالت لي انا باك تجيب لي 3000 ضروري قلت لها ما عندي قالت لي كيف انت وك مستلم الراتب اليوم رواتبكم قلت يا اغتي راتبي كل يروح في الديون سبب المية الف اللي اخدتوها مني قالت هذا كله ما يهمني انت عارف لين الحين ان صورك لسه عندي ولو يهمك ما افضحك لا تتأخر وقفلت على طول فما كان قدامي اي حال ثاني يعني غيريني انفذ طلباتها صارت كل راتب تطلب لازم نصيب يعني الاسد منه على قولهم مرت علي ايام صعبة 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 ما اقدر احكيها لكم بعد يعني انا ما كنت عايش سعيد وراتبي مكفينا ومعايشنا احلى عيشة صارت حالتنا المادية جدا صعبة راتبي اللي اشقى واتعب عشان يروح اغلبة بارد مبرد لهذه البنت كرهتها لدرجة اني افكر اني اموتها وارتاح لكني عرفت اني ربي عاقبني على ذنبي اللي انا سويتها معاها كنت كل يوم افرش سجاتي اخر الليل واجلس ابكي وادعي ربي من قلب اني فرج لي همي كانت زوجتي حاسة ان في شي في يوم من الايام جلستني تبكي وتمسك يدي وتترجاني اقول لها اش سبب حالتي اللي انا وصنت لها قلت خلاص بيدي لا بيد عمر المهم اعترفت لها بنفسي المستحيل اني استمر وحياتي كلها كذا شقة في شقة وتعب نفسي ما تتخيلون تأنيب الضمير اللي بس اطالع في عيون زوجتي كذا وانا خاين هذا الوحدة يعني كثير انه يقتلكم فعلا وانتم خاينين مرة احساس مو حلو ووقتها شفت في عيونها صدمتها كيف فيني وانا اعترف لها زعلت في البداية لكنها سامحتني بعد ما ترجيتها وصعبت عليها وصعبت عليها حالتي ووقفت جنبي فسبحان الله وقتها خلاص كبرت في عيني يعني ازداد حبي لها بعد كل اللي سويت فيها ما هنت عليها ابدا بنت اصول والله العظيم انها بنت اصول بصراحة ارتحت كثير لما اعترفت لها عن كل شيء بعدها جاني اتصال من هذا البنت تطلب مبلغ جديد فرفضت قلت لها خلاص ما عاد عندي شيء زعلت وقامت ورجعت تهدد قلت لها خلاص سوي اللي تبغين ما عندي اي شيء عادي اختفت كم يوم ورجعت في يوم وانا راجع من الدوام كانت زوجتي حزينة وباين علينا يعني كانت تبكي فكانت تحاول انها تحسسني ان ما في شيء لما انتأكدت ان الاطفال بخير وكل شيء بعدين عرفت ان الصور بصلتها وما تتوقعون قديش انهارت هذاك اليوم لما سألتها انهارت وجلست تبكي وكانت كلماتها زي السكين حسيت قديش انا اذيتها لكن الحمد لله بعد فترة قدرنا ان نتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا وبعد فترة سمعت ان تم القبضة على البنت والرجال اللي كان معاها واللي طلع فعلا زوجها ومسوين عصابة ويختارون ناس من الطبقة المتوسطة ويبتزونهم عشان يضمنون انهم يقدرون ياخدون منهم مبلغ كويس وفي نفس الوقت ما يكون وراهم ظهر يحميهم وايامها نزل الخبر يعني في الصحف الالكترونية ارتحت منها للأبد وانا الى يومكم دائلين اموت ممتن ممتن لزوجتي من اعماق قلبي لانها انتشلتني وسامحتني وانا لو اعطيها عمري كله والله العظيم ما اعوضها عن شيء واخيرا انا ما عندي اي تعليق او تعقيب على هذه القصة الا بفتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه وحكتبها لكم في اول تعليق مثبت اتمنى انكم تقرؤونها وبكذا انتهت قصتنا لليوم اتمنى ان اشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد انا وانتم بخير دائما ان شاء الله الى ذلك الوقت استودعكم الله اشتركوا في القناة